رشا. اهلا وسهل. اهلا وسهل. اهلا وسهل. اهلا وسهل. اهلا وسهل. اهلا انا اظهل ان انا بزعبكم. لا مش ازعبكم. انا بس كنت عايزة اتاكد من صحة الكلام بس. اه اللي انا هحكيه. تمام? اه انا اطلقت من سنة. اه. اه واحنا عن قصة حب تقريبا واحد وعشرين سنة. بس من ست سنين بدأت اه حياتي اه تنهار تدريجيا. اه. خلاص. اتبت جوزها بقالك كم سنة? اه ثلاثتاشر سنة. اوكي. اه تمام اه فبعدين اه اه بدأ ان انا كل شوية ان انا مش عايز ادخل الشقة. خلاص? اه وكل تلات اربع شهور تقريبا ان انا بطفش منها قاعد في اي مكان بس مرجعها. اه. بدرجة ان انا ببقاش عايز اعدي من الشارع اللي فيه الشقة. اه. اه. انا مثلا يعني قبل ما راشها بديلي اه لو انا عارفة ان انا رايحها بيجيجي حالة استئاب وقال بيجيجي المقبوض ويعني في مرات جات لي اه حالتني استباول الله اراسي. تمام? اه 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 اجبت الشوخ كتير وقاله القرآن وآه قالوا لي ان هو معمول فيها سحر تبطي. انا مش متأكدة من حاجة زي دي. وفي ناس اه كانت مجرد من هي تسمع صوت اكلمه بالتليفون اتقاله ويقول لي اه كعلا ويقول لي الاحداث بالحياة. اه لغاية اخر سنة سنة سين كده بدأ يظهر فراش اسود كتير جدا في الشقة. آآ بدأ الهموش يدخل بكميات آآ غير طبعية لدرجة ان هو كان بيسيب آآ شريد السؤالات بتاعه في كل حتة اكوان بشكل غريب جدا وانا كنت لسا مبيضة وعمل عمرة. آآ كل اربع شهور بيحصل الوضع ده بس. غاية اخر مرة جبت حد بدخل الشقة وقال لي ان العرش بباعي مدقوب فيه مصامير في كل حتة بالرقب بقى وبالتسليط وبالفراء. مين بيدخل شقة غيرك? ما فيك حاجة بيدخل. ايوة مدقوب مين اللي دا المصامير دي? آآ التغلات مثلا في نسخة برا بس حاعد ارى اقول هي عند مين? آآ فانا سكت انها ممكن يكون من محيبهم. آآ آآ انا عايزة ماذا تلحف الكلام دوت يعني هو هل دا حقيقي? آآ هل دا اللي في يعني ولا دي مثلا ما انا متعارفة دي ناس بتضحف عليها ولا ايه? انت روحتي انت سيبتي شقتك دي خلاص? انا سيبتها ولسه راجع لها من اسبوع. آآ نفس الحاجات برضو? آآ بنفس راجعت لها من اسبوع بس بعد ما نزلت عافتي كله وبيضتها وغيرت اليدرعة فيها. آآ آآ وتألي كل الناس مثلا اللي حوالي وبيضت لي عاملت دي وانا رايحها كانوا بيضقون ان انا روح وقصت منهار انا ستاة ان انا رايحها تاييش. آآ. الى حاجة ما دلوقتي لما اعملت فيها عاملة وتغيرت سويس يعني متاحة. بس خايفة دا يتكرر تاييش. طيب فانش بتسألي هل دا صح ولا غلط وتعملي ايه عشان دا ما يتكررش. بالضبط كيف. شكرا شكرا يا راشا. ليكي والراشا والكل المشاهدين في نقاط محددة لاني عالم النار او عالم الجن عالم متسع يحتاج الى حلقات مش لردود سريعة. واحد لا يستطيع انسان كائنا من كان ان ينكر السح لانه موجود في القرآن وبه نطق النبي العدنان وحذرنا منه وعلمنا كيف نتعامل معه. الامر التاني. الاخت الكريمة ما تقوله امر جائز عقلا يقبل عقلا يعني ايه يقبل عقلا يعني وقع مثله وسمعنا بمثله ولا حرج في قبوله مطلقا ولا تصادم مع عقل ولا مع نقل. الامر التالت يا اختي الكريمة. انت كل ما استعنت بالشيوخ. انا سمعت انت استعنت بالشيوخ على راسي. وفعلتي خيرا لما غيرت دكور الشقة وعملتي. بس انا شايف اني كان جزء منها نفسي. اني جزء انت رفض البيت بوجود الزوج لوجود مشاكل. طيب انا النهاردة اعمل ايه انصحك. نعمل زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. نشغل صورة البقرة في البيت كله. نشغلها ولا نقرأها. وخليها سبع ايام وربعض. تقدر تقرأها يكون افضل. تشغلها لا بأس. نقرأ على مية اية الكورس سبع مرات ونرشها في الاركان. عدا الشقة والحمام. نكسر من ذكر الله ومن الاستغفار. المطبخ والحمام. ماشي كده. ما نرميش في المطبخ ولا في الحمام المطبخ مظنة دوس كتير. والما يعبع عليها قرآن. والحمام احتراما لقرآن. صليتها على الحبيب صلى الله عليه وسلم. في اركان البيت. ممكن نستخدم بخاخة او ممكن نستخدم بخاخة. نقرأها ازاي يعني. تقرأ على ما يكده تمسك دي كده. وتقرأ عليها كده. وتقوم شرباها. تقوم رشاها. وصلت لحضرتك. تكسر من الذكر والاستغفار داخل الشقة. تستعين بالله سبحانه وتعالى. وفي النهاية تضع امامها يقينا بان كيد الشيطان ضعيف. وبان يقينها بالله قوي يقهر اي شيطان ويقهر اي جن. وكان شيخنا دايما يقول كده. والله الجن والشيطان مصدوم معاكم. ليه يا مولانا. يقول ده ربنا يا مولانا قال. ان كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال على كيد النساء. ان كيدا كنا عظيم. اشتركوا في القناة.